السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا طلابنا الأعزاء طلاب الصف الحادي عشر ودرس جديد من دروس الفيزياء بعنوان القانون الثالث لنيوتن وأزواج الفعل ورد الفعل أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن أولا يعدد بعض أزواج القوى التي تمثل قوى الفعل ورد الفعل ثانيا يذكر نص القانون الثالث لنيوتن بصورة دقيقة ثالثا يعدد خصائص أزواج قوى الفعل ورد الفعل وأخيرا يفسر بعض الأمثلة الحياتية باستخدام القانون الثالث لنيوتن تفسيرا علميا دقيقا وفي البداية أحبابنا الطلاب نعلم كما سبق أن قوانين نيوتن للحركة تصف استجابة الأجسام لتأثير القوى ولدينا ثلاثة قوانين كما تعلمنا القانون الأول وهو الذي يصف محصلة القوى الصفرية وما يسمى بشرط الاتزام والقانون الثاني يصف عجلة أو تسارع الإجسام تحت تأثير محصلة قوى معينة فإذا كان هناك قوى يوجد تسارع وإذا كانت القوى في الاتجاه المعاكس يسمى تباطئ وأخيرا القانون الثالث وهو موضوع حلقتنا اليوم وهو يصف كيفية تكوين أزواج الفعل ورد الفعل إذن فالقانون الثالث يتناول التفاعل بين الأجسام وبعضها أو بين الأجسام والأجسام المحيطة بها بداية أنت الآن تجلس على كرسي للاستماع إلى درس اليوم تؤثر عليه بقوة لماذا لا ينكسر الكرسي عند جلوسك عليه لفترة طويلة رغم أنك تضغط عليه بقوة أحسنت لا بد من أن هناك قوة يبذلها الكرسي عليك تعاكس القوة التي تؤثر بها أنت عليه وهتان القوتان متساويتان كما نلاحظ في الشكل ومتعاكستان هذه القوة تسمى بأزواج الفعل ورد الفعل عزيزي الطالب هل تستطيع أن تعدد بعض الصور لأزواج قوة الفعل ورد الفعل هيا نعددها سويا عندما تركب الدراجة وتتحرك بها فهناك قوة فعل تأتي من تأثير الإطار في الأرض الإطار يضغط على الأرض أو يؤثر في الأرض هناك قوة رد فعل وهي قوة تأثير الأرض في الإطار أحسنت عندما يلتقي متزلجان هكذا ويضربان بيديهما كل منهم يرجع في الجهة الأخرى المعاكسة أحدهم يتأثر بقوة فعل والآخر بقوة رد فعل أيضا عندما تقفز من على مركب وأنت في البحر أثناء قفزك تؤثر بقوة فعل في اتجاه معين فيتأثر القارب في الجهة المعاكسة بقوة رد فعل ويندفع إلى الخلف بنفس القوة مما سبق نجد أن القوة دائما تعمل في صورة أزواج قوة فعل وقوة رد فعل ولا يؤثر إحداها بصورة منفردة يعني لا يوجد قوة فعل بدون رد فعل ولا رد فعل بدون قوة فعل تعالوا لنلاحظ ذلك في أمثلة عندما تضرب هذه الكرة بيدك فإنها تندفع في اتجاه معين أنت تؤثر عليها بقوة تسمى قوة الفعل والقرة تؤثر عليك في الجهة المعاكسة بقوة تسمى قوة رد الفعل أيضا عندما تقوم بالتزلج على الجليد هكذا فإنك تدفع الأرض بقوة فعل إلى الخلف وبالتالي تدفعك الأرض بقوة رد فعل إلى الأمان مما سبق أعزائي الطلاب نستطيع أن نذكر نصا دقيقا لقانون نيوتون الثالث لكل قوة فعل قوة رد فعل مساوية لها في المقدار ومضاد له في الاتجاه بمعنى أن القوة التي يؤثر بها الجسم الأول على الثاني تساوي قوة رد الفعل التي يؤثر بها الجسم الثاني بي على الجسم الأول ولكن تكون بإشارة سالبة أي في عكس الاتجاه فعندما تضرب الكرة بالمضرب نلاحظ أن الكرة تندفع إلى الأمان فهل يتأثر المضرب بقوة؟ نعم قوة فعل المضرب على الكرة للأمان في اتجاه معين ويتأثر المضرب بقوة رد فعل وهي قوة رد فعل الكرة على المضرب وهما قوتان متساويتان ومتعاكستان لكن لا يكونان اتزانا عزيز الطالب لا ينبغي أن ترتبك في التمييز بين أي من قوتين الفعل ورد الفعل فكلمات الفعل ورد الفعل هما مجرد تعبير للإشارة إلى هتين القوتين بمعنى لو سميت قوة الفعل رد الفعل وتسميت قوة رد الفعل بقوة الفعل عكست التسميتين فلا ترتبك من ذلك أما الذي ينبغي أن تعرفه أن جميع القوة تكون أزواجا بمعنى يوجد دائما قوة فعل وقوة رد فعل قوة الفعل ورد الفعل متساويتين في المقدار ومتعاكستين في الاتجاه هكذا لا بد أن تعلم أيضا أن قوة الفعل ورد الفعل تؤثران في اللحظة نفسها وعلى جسمين مختلفين ولكن لا تلغي إحداهما الأخرى بمعنى أنهما لا يكونان إزدواجا لا يكونان اتزانا لأنهما يؤثران على جسمين مختلفين والآن مع تفسير بعض الأمثلة الحياتية باستخدام القانون الثالث لنيوتو عندما نضع القرى على طاولة كما هي أمامنا يوجد قوة لأسفل وقوة لأعلى حيث تؤثر أحبابنا الطلاب الكرة على الطاولة بقوة لأسفل والتي تسمى بقوة الفعل وهناك قوة رد فعل تؤثر بها الطاولة على الكرة ويكون اتجاهها لأعلى في الاتجاه المعاكس مثال حياتي آخر عندما يسقط جسم من ارتفاع ما باتجاه الأرض ما هي قوة الفعل ورد الفعل في هذه الحالة؟ أحسنتم قوة الفعل جذب الأرض للكرة وقوة رد الفعل جذب الكرة للأرض فكلاهما مشترك في قوتي الفعل ورد الفعل ولكن هل نلاحظ حركة الأرض نحو الكرة؟ أحسنتم لا نلاحظها لماذا؟ لأن الأرض ضخمة جدا مقارنة بالكرة فإن الأرض لا تتحرك عمليا والآن مع تجربة القانون الأول والثالث لنيوتن في نشاط عملي رقم 2-1 صفحة 53 بالكتاب المدرسي النشاط العملي الرابع القانون الأول والثالث لنيوتن الفيزياء للصف الحادي عشر الكتاب صفحة 53 أدوات التجربة منحضر مستوى مائل كرات زجاجية ورقة رسم بياني قوالب بلاستيكية وخشبية نترك الكرة الزجاجية تسقط من المستوى المائل نلاحظ حركة الكرة الزجاجية بعد وصولها إلى الأرض المستوية متحركة في خط مستقيم بسرعة ثابتة لا تتوقف إلا بالمقاومة أو الاحتكاك مما يحقق قانون نيوتن الأول ثم نترك الكرة الزجاجية لتسقط مرة أخرى من المستوى المائل مع وضع قالب خشبي في مصار حركة الكرة ونلاحظ انحراف الكرة وتقل سرعتها بعد استضامها بالقالب الخشبي المرتد بعد التصادم نكرر التجربة مع وضع قالب بلاستيكي أقل كتلة من القالب الخشبي السابق في مصار حركة الكرة الزجاجية نلاحظ انحراف أقل للكرة وتتباطأ الكرة بعد استضامها بالقالب البلاستيكي المرتد بعد التصادم نكرر التجربة مع وضع قالب سقيل في مصار حركة الكرة الزجاجية نلاحظ انحراف حاج للكرة وتكون أسرع مقارنة بالقالب الأقل لكتلة بعد استضامها مع ملاحظة ارتداد خفيف أو عدم الارتداد للقالب الخشبي السقيل أسئلة الكتاب صفحة 53 صف الإجراءات التي استخدمتها للتأكد من أن حركة الكرات على المنحضر لها السرعة نفسها ولاتجاه نفسه عند تكرار الحركة بوضع الكرة في كل مرة في نفس المكان من المستوى المائل وعلى نفس الارتفاع وأخذ نفس المسافة المقطوعة وزمن قطع المسافة صف كيفية تطبيق القانون الأول لنيوتن للحركة في البند الأول تستمر الكرة في حركتها في خط مستقيم بنفس السرعة حتى الاستضام أو التوقف بسبب الاحتكاك صف كيفية تطبيق القانون الأول لنيوتن للحركة في البند الثاني قبل التصادم تستمر الكرة في حركتها في خط مستقيم بسرعة ثابتة وبعد التصادم تغير الكرة من اتجاهها وسرعتها دي صف قوة الفعل ورد الفعل في البند الثاني ما القوة التي تؤثر في كل من القالب والكرة الزجاجية ما الملاحظات التي تدعم استنتاجك الفعل هو استضام الكرة بالقالب الخشبية أو البلاستيكي مما يؤدي إلى ارتداد القالب للخلف رد الفعل هو قوة تأثير القالب في الكرة مما يؤدي إلى تغير سرعتها واتجاهها اي كيف تتأثر حركة الكرة الزجاجية عندما تستخدم قالبا أثقل كيف تتغير قوة الفعل ورد الفعل؟ ما الملاحظات التي تدعم استنتاجك؟ بعد التصادم فتحرك الكرة الزجاجية أسرع مقارنة بالقالب الأقل كتلة وستكون قوة الفعل ورد الفعل أكبر الملاحظة انحراف الكرة عن مصارها وأن القالب لم يتحرك لأنه يحتاج إلى قوة أكبر ليتحرك والآن عزيز الطالب مع أسئلة وتدريبات لدرس قانون نيوتن الثالث سؤال حدد العبارات الصحيحة والعبارات الخاطئة فيما يلي قوة الفعل ورد الفعل تؤثران على نفس الجسم أحسنتم خطأ قوة الفعل ورد الفعل متساويتان في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه نعم أحسنتم صحيحة قوة الفعل ورد الفعل تعتبر قوة وهمية خطأ أحسنتم هي قوة حقيقية قوة الفعل ورد الفعل يؤثران على جسمين مختلفين أحسنتم العبارة صحيحة يمكن لقوتي الفعل ورد الفعل أن تلغي إحداهما الأخرى وتكون المحصلة صفرا أحسنتم الإجابة خاطئة لأنهما يؤثران على جسمين مختلفين وسؤال آخر رقم واحد صفحة 55 في الكتاب المدرسي كيف نطبق قانون نيوتن الثالث في الحالات الآتية؟ طالب قتلته 50 كيلو جرام يجلس على كرسي ويستقر عليه طالب يجلس على الكرسي ما القوة المؤثرة في هذه الحالة؟ أحسنتم قوة وزن الطالب لأسفل وقوة رد فعل الكرسي لأعلى إذن فهنا يوجد قوة فعل وقوة رد الفعل تفصيلا قوة الفعل القوة التي يؤثر بها وزن الطالب في الكرسي وقوة رد الفعل هي القوة العمودية من الكرسي على الطالب وهما متساويتان ومتعاكستان لذا فهما تشكلان زوجا من قوتي الفعل ورد الفعل كويكب يسير في الفضاء بسرعة ثابتة ما هي قوة الفعل ورد الفعل في هذه الحالة؟ أحسنتم محصلة القوة على الكويكب معدومة لعدم وجود زوج من قوتي الفعل ورد الفعل بينه وبين أي جسم آخر في محيطه وسؤال آخر رقم 3 صفحة 55 في الكتاب المدرسي السؤال تكون قوة الفعل ورد الفعل متساويتين المقدار دائما ومتعاكستين في الاتجاه لماذا لا تكون محصلتهما صفرا؟ أحسنتم لأن قوتي الفعل ورد الفعل تؤثران في جسمين مختلفين لذا لا تلغي إحداهما الأخرى وفقط قد تلغي القوة إحداها الأخرى إذا كانت تؤثران على نفس الجسم أما في هذه الحالة فقوة الفعل تؤثر في جسم ورد الفعل في جسم آخر فلا تلغي إحداها الأخرى سؤال رقم 5 صفحة 55 في الكتاب المدرسي سيارة تسير بسرعة 30 كم كل ساعة تستخدم الفرامل وتتوقف على طريق مستوي كيف ينطبق القانون الثالث نيوتن على حالة توقف السيارة؟ أحبابنا الطلاب هنا توجد قوة فعل من الفرامل على الإطارات وكذلك قوة رد فعل من الإطارات على الفرامل وأيضا توجد قوة فعل من الإطارات على الطريق وقوة رد فعل من الطريق على الإطارات ونبد أن ننتبه أنه يوجد أكثر من زوج من أزواج الفعل ورد الفعل في نفس الوقت إلى هنا أحبابنا الطلاب انتهينا من درس اليوم مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته